لو إحنا قاعدين كده وفي قطة جات هنا وقاعدت هادية هطلع أنا أجري على طول نعم اللي هنمسل عن إيه قطة يعني هادية هنعجب بيه صح هن يعني زي المسحة على رأيس اليتيم كده المسحة عليها لتوزات طمأنينة أكتر من اللي هي فيها طب لو جاية بقى عملة تهبش أو تعمل صوت نبعدها تيجي تنط يا جماعة فاصلوا وخلونا نشلونا البتاعة دي من هنا واضربوها ولا مشوها بصي اضربوها أنا فهمت طبعا المعنى اللي حضرتك فلولا إنها دفع عيته لده بتستفزوا بنظرة أو بكلمة أو بعدم الطاعة أو 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 حاجات كتير أوي وخصوصا أنا هقولها كلمة علانية رغبة الرجل في امرأته حق ورغبة المرأة في زوجها حق وإن لم تلبي المرأة لزوجها فيما أحل الله ويلب الرجل لامرأته فيما أحل الله دبت بينهما الضغينة خلاص طبعا احنا منتكلمش عليك يا مدام مونة لأننا منتكلم عموما لا لا أنا بكلم عموما أنا بكلم على العموم مش ده يخص مدام مونة أنا بكلم إيه لأنها ما قالتش حاجة ده احنا بكلم إيه على العموم يبقى لو كان هو بقى كل ده مش موجود وهو بيستعرض عضلاته بقى قدام أهله فده ظالم طبعا وظالم لإيه بقى مضيع أمانة عنده للذي أمنه عليها من الذي أمنه عليها الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أمانات الله عندكم فصونوا أمانات الله وفي رواية فاحفظوا أمانات الله يبقى هنا حفظ الأمانة وصون الأمانة بكل ما فيها وعليها وما حولها ابتغاء مرضات مين مرضات الله وكذلك المرأة الأمانة عندها أنها راعية طرعا مسؤولة طرعا يعني مسؤولة في بيت زوجها في ماله في أولاده في حضوره في غيابه يا أستاذ لم يقوله الرجل هو الذي جعله الله يعطي للبيت الطاقة صحيح والمرأة هي المصباح المنير في البيت النور اللي بيزين البيت كده وبينور البيت المرأة تعالي واحد عايش لوحده يخش عنده حد يقول ده كلمة معروفة عند الناس يقول له معلش أنت عارف شاء تعازف بقى متبهدله ومتدهوله وأكل أي كلام ويعيش أي كلام مين منها ينور حياتك يا ابن؟ اللي ربنا خلقها لك من نفسك وجعل بينكم الرحمة والمودة وجعل بينكم سكينة وجعل بينكم ألفة وجعل بينكم محبة جعل بينكم حاجات كتير صحيح كذلك إذا كانت هي المصباح فلابد أن تحافظ على الطاقة التي تأتيها من مصدرها اللي هو مين؟ اللي هو الزوج فيعيش الأولاد في حيوية إن كان هناك أولاد وفي نور يبقى هنا العامل الأساسي برضو فين؟ الزوج والزوجة يبقى زي ما سؤال حضرتك السابق الأهل هيخشوا إزاي؟ إمتى يتدخلوا؟ إمتى هيتدخلوا في حياتنا مغلقة يبقى لازم يتفتح باب عشان حد يخش الباب دوة اللي هو السماح بسمح وبأذن مين؟ الزوج أو الزوجة الزوج يسمح لأهله بالتدخل فيه شؤنه حتى لو كانت قومه يفشلوا بقى النوم يوصلوا جات النظر لباع لو كانت أمه لو كانت أبوه في شؤونهم يعني إيه؟ الطاعة أخذي بالحضرتك الطاعة حاجة والشؤون حاجة تانية الطاعة حاضر ونعم وأجيب وودي وساعد واللي تؤمرني بها بابا اللي تؤمرني بها ماما وأعني عايزة دعوة واتقاء مرضات الله يا رب أنا إنت أمرتني وأنا بطيح مهما كان